الإزعاج السياسي كما يوصف الذي تسببت به حركة التغيير للسلطة في أربيل وصل إلى مرحلة طرد رئيس البرلمان يوسف محمد من بناية برلمان الإقليم ومنعه وزملائه من الحركة من دخول العاصمة أربيل وذلك في الدورة النيابية الرابعة خاصة بعد تركيز حركة التغيير على مشروع قانون رئاسة إقليم كردستان الأمر الذي خلق صداما سياسيا وبرلمانيا شديدا بين التغيير والديمقراطي فكانت هذه السابقة الخطيرة والأولى من نوعها في تاريخ برلمان كردستان مثلبة كبيرة على الدورة النيابية في العام 2013 وحظت بردود أفعال كثيرة فترة الذي كان آني وذملائي دخلنا في البرلمان دورة البرلمان في كردستان يعني أربع سنوات نحن يعملون في البرلمان للسنتين وسنتان باقية كما قلت قام حزب الديمقراطي الكردستاني بالغلق برلمان وطردنا السيد رئيس البرلمان آنذاك هو الذي لم فلنقول هو الذي تعامل سياسيا مع البرلمان وأراد أن ينحازع إلى جهة ما وهو رئيس لبرلمان إقليم كردستان وليس رئيسا لبرلمان لجزء من إقليم كردستان ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة